موسيقى سالخير أنا وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة تبدأ مع حضرتكم في يوم للتاريخ أنت على بعد ساعات عزيزي الأهلاوي من إنجاز طال انتظار إن شاء الله النهاردة في التسعة مساء بالتحديد الأهلي هيعلن عن تفاصيل هي على فكرة الفكرة أكبر بكتير جدا من كونوستاد صحيح الأستاد هو اللي يهم الجمهور لكنه واحد من المشاريع الكبيرة جدا اللي بتعكس نمرة واحد حجم مكانة النادي الأهلي نمرة 2 قدرة إدارة النادي الأهلي على التفكير والتخطيط لمستقبل يليق بلقب العالمي والعالمي هنا مرتبطة بكهان النادي الأهلي اللي طموحاته بالتأكيد وتموحات جماهيره أيضا تجاوزت بكتير جدا حدود القرى الأفريقية استاد الأهلي الجديد وما يصاحبه من مشروعات أو من تفاصيل وما من مفاجآت هيتم الإعلان عنها النهاردة إن شاء الله وبإذن الله إن شاء الله بإذن الله نكون مع حضراتكم من أوائل الناس اللي تحضر مباراة للنادي الأهلي هيكون حدث طبعا تاريخي ينتظر وعشاق النادي الأهلي في كل مكان قريب جدا إن شاء الله زي ما هتسمعوا تعرفوا التفاصيل النهاردة يعني زي ما قلت لكم القصة أكبر بكتير من فكرة استاد ولو بصنا للمشاريع الاستثمارية الكبرى أندية العالم النهاردة وهي تجربة نتمنى الحقيقة أنها تتكرر في مصر مع الطفرة الرهيبة اللي حصلة على مستوى البنية التحتية وخصوصا في قطاع الرياضة مدينة مصر الأوليمبية استاد مصر وغيرها من تطوير المنشآت اللي بيتم بواتيرة سريعة جدا في كل حتة في مصر النهاردة أعتقد لما بتيجي تتكلم على فرصة استضافة بطولة كبيرة أعتقد أنه من حيث البنية التحتية شبكة طرق الفنادق أعتقد أنه القصة النهاردة في مصر مختلفة بشكل كبير وأعتقد أنه رؤية النادي الأهلي اللي هتترجم وهتوضح لحضراتكم النهاردة بكل تفاصيلها واللي مرتبطة زي ما قلت لكم بفكر ومنه الجديد يمكن علينا هنا في مصر والأكيد أنه الجديد في أفريقيا حاجة تجربة زي مثلا الأدية الكبيرة في أوروبا زي ما شفنا وبرضا عشان ما نحطهاش في خانة المقارنة عشان عاية في الناس بتقف على كلمة المقارنات دي لكن احنا شفنا مثلا النادي زي ريال مدريد بيستثمر أكتر من 500 مليون يورو في سانتياجو بالنبيو عشان يقدمه بشكل جديد قصة تتخطب كتير فكرة الرياضة رايحة أكتر منها لاستثمار فكرة أنه يتم تسويق البراند بتاع النادي الأهلي من خلال كائنات تعليمية وفنادق ومتاحف ومستشفيات للعلاج على أحدث مستوى سمعنا كتير جدا عن لعيبة مصريين مثلا في حالة الإصابة بيعملوا عمليات خارج مصر ومش بس العمليات كمان وممكن تكون برامج التأهيل بتاعتهم بتتم خارج مصر طيب وإيه اللي يمنع أنه ده يحصل في مصر وإيه اللي يمنع أن يكون عندنا نفس المستوى من الإمكانيات تكلم على متحف يليق بتاريخ النادي الأهلي العظيم اللي أصبح بكتير 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 وبمراحل يتخطى فكرة مجرد دولاب بطولات دولاب كؤوس دولاب يعبر أو يقدم تاريخ النادي الأهلي وإنجازات النادي الأهلي في متحف يليق بالتاريخ العريض ده أساطير سواء على مستوى الأسامي الكبيرة اللي تولت إدارة النادي الأهلي حكايات قصص أدوار تاريخية وأدوار وطنية لحظات كانت حاسمة وكانت مؤسرة لحظات فرحة لا تنسى ألقاب وبطولات يعني عن تاريخ الأهلي حدث ولا حرج فبالتالي فكرة دولاب البطولات دي ما بقيتش تتماشى مع اسمه كان النادي الأهلي احنا النهاردة بنتكلم على فكرة متحف يليق بعظمة وباسم وبتاريخ وبأمجاد النادي الأهلي على كل أحوال بيفصلنا ساعات ويتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لغاية النهاردة يمكن في بعض الحاجات تتصربت لكن شكل المشروع وتفاصيله كلها طيل كتمان يعني على أعلى مستوى الأهلي أحاط الملف ده بكل السرية لكن كلها ساعات ونقدم لحضراتكم مقدارة النادي الأهلي تقدم لحضراتكم مشروع القرن الحقيقي يمكن يكون نقلة نوعية في تاريخ النادي الأهلي ونقلة طال انتظارها النهاردة ايه؟ نهاردة بما أن العالم كله خلص والبطولات كلها خلصت فالناس ما بتتكلمش النهاردة غير عن الميركاتو والضربة الأولى ضربة الكبرى زي ما بيسموها هي ضربة كيليان امبابي المسلسل اللي استمر على مدار مواسم ومواسم ما بين الميرينجي ما بين ريال مدريد وما بين بي أجي امبابي راحل امبابي باقي امبابي راحل امبابي باقي النهاردة اراحل امبابي بشكل نهيه وتم الاعلان عن انضمامه للملكي ريال مدريد ده نديل زي ما حضراتكم شايفين كيلير امبابي لخمس مواسم قادمة في ريال مدريد طبعا قيمة الصفقة حسب القيمة السوقية يعني منكلم في 180 مليون يورو إمبابي بالتأكيد هيكون إضافة قوية جدا لخط هجوم تقدر تقول عليه ناري يعني كليا إمبابي الحقيقة بتكلم أنه واحد من أفضل المهاجمين في العالم في الفترة الحالية أهم مهاجم على مستوى فرنسا في السنوات الأخيرة الوريس الشارعي لتيري عونري وكريب بن زيمة وبالتالي الحقيقة تمسك ريال مدريد بي وتمسكه هو شخصيا بتحقيق حلمه وانتقاله أو اللعبة لريال مدريد تحقق بالفعل زي ما حضراتكم شايفين طبعا يعني أغلب صحف الرياضة العالمية وخصوصا طبعا الإسبانية منها ركزت بشكل كبير جدا على انتقال كليا إمبابي للريال وخليني أبدأ مع حضراتكم بصحيفة أس الأسبانية اللي قالت أنه طبعا صورة كليا إمبابي اللي منورة الغلاف الرئيسي لأس الأسبانية إمبابي أخيرا ريال مدريد يعلن رسميا التوقيع لمدة خمس مواسم من أس نروح لصحيفة الماركة الإسبانية أيضا ما حلمت به من بابي إلى ريال مدريد حتى عام عشرين تسعة وعشرين الموندو دي بورتيفو الإسبانية أو الكاتالونية طبعا على وجه التحديد وانتوا عارفين طبعا الصراع الدائم بين كاتالونيا ومدريد أو بين البارسة ومدريد بما أنه بارسة هو الممثل الحقيقي لإقليم كاتالونيا الخلفيات السياسية لسه كنت بتابع الحقيقة دوكيمنتري كده ووثائقي يعني عن كواليس انتقال فيجو لويس فيجو واحد من أهم لعيبة دوري الأسباني وكان قصورة من أساطير البرسة وانتقل لريال مدريد في مشهد لن ينسى عشاء الريال أو عشاء البرسة لكن أعتقد أن الصفقة دي من حيث البوميج طبعا بشكل كبير جدا أعتقد أنها تكون لها صادة كبير جدا على مستوى الإصارة طبعا نكلم على طبعا سبورت الأسبانية برضو الحقيقة كلمت على صفقة الانتقال وقالت أنه مدريد تعود إلى طريق الجالاكتيكوس في إشارة طبعا إلى إدارة ريال مدريد اللي كلمت على فكرة عادة بناء فكرة الجالاكتيكوس فيجو رونالدو زيدان روبيرتو كارلوس وهلوم مجارة كان كتيبة نجوم الحقيقة يمكن تاريخية وصعبة جدا نهت الكرة المرة الثانية لكن أعتقد مع وجود مبابي ومع الصفقات مرشحة الانضمام في الريال الموسم القادم نسخة الريال القادمة قد تكون أقرب إلى الجالاكتيكوس لكيبة الفرنسية نشرت صورة لكيبة مبابي وهو صغير وهو لابس الكت بتاعت أو الجاكت يعني الطوب بتاع ريال مدريد وده بيأكد على أنه هدفه الأول منذ الصغر طبعا كان الانضمام للريال كتير توقعوا أنه يعني مع وجود فينيسيس جونيور ومع وجود رودريجو ومع وجود جود بيلينجهام أنه قد يتم الاستغناء عن أحد الأسماء الثلاثة وكان الأبرز المرشح طبعا صعب جود بيلينجهام جدا لأنه تقلق بشكل كبير وكان نجم الليجة السنة دي وكان السبب الرئيسي في تتويج الريال بالليجة وصعب جدا فينيسيس جونيور لأنه فينيسيس جونيور إن لم يكن هو أفضل جنيح على مستوى العالم في وجهة نظري رغم أنه هو لعيب مستفز دايفر بيمثل كتير جدا لكنه لعيب فيه منتهى الخطورة ولعيب قادر دايما كوالتي اللعيبة اللي تصنع الفرق في أي لحظة يعني تراهن عليه وواحد من نجاح الريال السنة دي فيه التتويج بالشامبيونز ليج لكن كان رودريجو المرشح أكتر أنه يرحل عن الريال لكن يبدو أنه مركز كيليان مبابي في الريال هيكون المهاجم الصريح اللي يمكن ما قدرش حد نيمل الفرق دا أو يعوضه منذ رحيل كريم بن زيما وبالمناسبة هل هي أقول لك أنه كيليان مبابي هو اللاعب رقم 22 اللي بيمثل من فرنسا بيمثل ريال مادريد نحن نتكلم السنة دي طبعا على وجود ثلاث لعابين مهمين جدا هم تشواميني وإدواردو كامافينجا وكيليان مبابي سولاسي فرنسي طبعا من حيث المنافسة أعتقد أنه لو مبابي بيفكر أنه ينافس جوه الريال يبقى هينافس كريم بن زيما لأنه بن زيما حقق أرقام تاريخية وصعب جدا جدا كسرها مع الريال وبالتالي أعتقد أنه واحد من التحديات هل هيتقابل كيليان مبابي خط هجوم ناري أصبح أكثر نارية ولكن على حساب ده هيعني الريال شوية فيه خط النص لأنه مع رحيل تاني كروس مع ابتعاد مودرتش بمناسبة هجدد سيزن كمان لكن ما أعتقدش أنه هيكون ليه دور أساسي مع الفريق ممكن ياخد جزء من المطشاط الصعبة ممكن يعني يحتاجه أنشالوتي في قط اللبس لكن في النهاية صعب جدا يبقى ليه دور أساسي فبالتالي السوليسي لهيران عليه أنشالوتي في نص الملعب غالبا يعني هيكون فالفيردي ومعاه كامافينجا أو تشواميني وقدامهم يكون جود بيلينجهام ده شكل ترتيبة الفريق في الموسم الجاي بالحقيقة تشكيلة مرعبة جدا قبل ما روح لفاصل وأدخل في تفاصيل حلقة عايز أقول لكم أنه فيه أخبار كتيرة جدا اتنشرت على أو اتكلمت على انتقال محمد عبد المنعم واحترافه في الخارج وخليني أقول لكم وتحديدا لموناكو يعني أغلب الناس اللي اتكلمت في سوشال ميديا على أنه محمد عبد المنعم ده آخر سيزن ليه مع النادي الأهلي قالت أنه عبد المنعم في طريقه للانتقال إلى موناكو هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة أنا بس حبيتها تعالفين طبعا إحنا هنا في قناة النادي الأهلي ما تاخدش مننا إلا الناهية زي ما بيقوله الخبر الأكيد سواء فيه انتقال لاعب للنادي الأهلي أو رحيل لاعب للنادي الأهلي ما بيتمش الإعلان عنه على شاشة النادي الأهلي إلا ما يكون تأكد بنسبة 100% مش 99.9% فخلييني أقول لحضراتكم أنه هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة ويمكن اليومين اللي جايين بس نعدي المطشين المهمين بتوع منتخب مصر ونفتح لكم ألف المركاتو بكل تفاصيله سواء بره أو سواء جوه أهم اللعبين اللي عليهم العين الأندية الكبيرة النهاردة بتطارد مين مين ممكن يكون في قائمة اهتمامات النادي الأهلي في الفترة الجاية وإحنا النهاردة بنتكلم على أن كولر محتاج طبعا تدعيمات مهمة جدا لمسم هيكون استثنائي جدا جدا للنادي الأهلي في المسم القادم هنتابع النهاردة طبعا تحضيرات المنتخب وعودة الأهلي التدريبات اللي بدأت من مبارح خلينا نروح لفصل ونرجع ندخل في تفاصيل حلقات النهاردة النجم طبعا كبير من نجوم الدوري الإنجليزي تقلق بشكل كبير مع نيو كاسل يونيتد وتقلق أيضا مع توتنهام وبالمناسبة حتى بعد رحيله عن توتنهام بعد موسمين يمكن قضاهم في صفوف فريقه واحد من المهاجمين الرئيسين أرقامه في الدوري الإنجليزي أكتر من رائعة تولى مهمة التكنيكال دياركتور في توتنهام لفترة طويلة جدا يمكن حوالي أكتر من 300 مباراكة تكنيكال دياركتور في توتنهام مشتغل مع أسماء كتير جدا هو وضفنا في أستدسة افتكرت فلافيو فاكرين فلافيو المهاجم الأنجولي الليعب اللي شايف يعني أو العيش الفترة دي مع نادي الأهلي فكرني ليس فرنان بفلافيو طبعا بس على مستوى الدولي الإنجليزي خلينا نستقبله ونرحب به بشكرك طبعا على وجودك معنا أهلا وسهلا بك في السادسة وبشكرك على وقتك وعلى مشاركتك على قناة الأهلي شكرا على استضافتي في قناتكم أنا سعيد كذلك لتوجودي معكم يعني مش عارف قتيحة لك الفرصة انك تسترجع معنا جزء من لقطاتك وإبداعاتك في الدولة الإنجليزية يمكن أغلبها كان مع نيو كاسل يونيتد لكن أنا عارف كمان انتعلقت بشكل كبير جدا مرحلة توتنام كانت بالنسبة لك مهمة جدا وكنت متعلق فيها بشكل كبير جدا مع الفريق اللندني نعم قد استرجعت بعض الذكريات خصوصا في الأول أول هدف لي مع نيو كاسل رقم 9 كان رقم كبير أن أرتديه حينما خطت أول مباراة مع نيو كاسل حينما نزلت إلى عرضية الملعب مع نيو كاسل كان حدثا رائعا كانت فترة ممتعة لي في مسيرتي الكروية التجربة الأفضل بالنسبة لك على مدار مشاركتك في اللعبة في إنجلترا كتوتنام أو نيو كاسل بالتبدأ أستطيع أقول أن نيو كاسل كانت الأبرز لأنني أتيت إلى توتنام كولاد صغير وكان حلمة بالنسبة لي ولكني قد تقلقت بالفعل مع نيو كاسل خلال موسمين فقط يمكن في الفترة اللي أنت لعبت فيها كان نيو كاسل من الفرقة الكبيرة غاب أو ابتعد لفترة طويلة جدا وخرج حتى في فترة من الفترات للدولة الإنجليزية ثم عادة مرة أخرى وكانت عودة الحقيقة مبشرة جدا في البداية شايف إزاي عودة نيو كاسل مرة تانية وشايف إزاي تراجع مستوى في الموسم الأخير وإمتى ممكن يرجع ينافس مرة تانية على الألقاف في إنجلترا نعم في فترة لعبي كان نيو كاسل فريق كبير فريق جيد جدا وكان ينافس على البطولة ولكن خلال فترة الإدارة الماضية النادي كان يحتاج إلى التجديد الآن لدينا أموال جديدة لدينا لاعبين كبار أسماء كبيرة تناسب اسم نيو كاسل نعم الجميع كان يتوقع نيو كاسل أن ينافس أن يكون من الأربعة الكبار في إنجلترا هذا الموسم ولكن في البداية في البداية قد أنفق نيو كاسل الكثير من الأموال أن ينافس ليصل للشامبينز ديج لينافس في الدورة إنجلس ولكن لسوء الحظ لم يصل في هذا الموسم لمبتغى قد خسرنا بسبب الكثير من الإصابات إذا حل بأي فريق هذا الكم من الإصابات فأستطيع أن أقول أنه سيتأثر خلال سنتين أستطيع أن أقول على الأكثر أن فريق نيو كاسل سيعود كما حدث في العام الماضي كما تعرف أن نيو كاسل وصل لكأس الدوري قبل النهائي وقد تأهل لدور الأبطال والجميع كان يتوقع لنا هذا ولكن لم يحدث هذا لنا وقد حدث نفس الأمر لليفر بول الكثير من الإصابات قد أثرت على الفريق في اليوروبا ليج نعم لنضع الكلمات في نصابها فإن نيو كاسل قد خرج بالفعل بسبب خطأ أخطاء تحكيمية لم يكن هذا الموسم الذي نتمنىه كجمهور نيو كاسل ولكن نتوقع في الفترة القادمة أن تقل هذه الإصابات وسنرى فريق أفضل لنيو كاسل خليني أسألك يمكن كان واحد من أكتر أسرار المتعة في الدورة الإنجليزية هو القدرة كبيرة جدا على الفرق كلها على المنافسة يعني كل سيزن بنشوف فريق ممكن يبقى من القوات التقليدية بنشوف فترة من فترات المان يونيتد بنشوف فترة من فترات الأرسنال ليستر بيطلع بيفوز بالبطولة تشيلسي دايما مرشح ليفر بول بيكسب اللقب لكن في الأربع مواسم الأخيرة سيطرة واستحواز بشكل كامل من المان سيتي هل بتشوف أنه المسابقة والمنافسة في بطولة البريمير ليج بقت ضعيفة هل بتشوف أنه السيتي وسيطرته على لقب البطولة لمدة أربع مواسم ممكن أن يستمر ولا شايف أنه فيه فرق ممكن ترجع تنافس فيه فرق تانية ممكن ترجع تفوز باللقب في المواسم المقبلة نكلم على اليونيتد نتكلم على تشيلسي نتكلم على أرسنال نتكلم على ليفر بول نتكلم حتى على توتنهام ونيوكاسل نعم أعتقد أن مانشستل سيتي هو المسيطر الآن على الدورة الإنجليزية في آخر أربع سنوات فازوا بالبطولة أربع مرات متتالية هذا لأول مرة في تاريخه أعتقد أن هذا العام والعام الماضي كان قريبين من الأنديل الأخرى أعتقد أن الأنديل الأخرى كانت على بعد خطوة كليفر بول وأرسل كان على بعد خطوة واحدة من منشستر سيتي لم تكن لتعرف خلال آخر ستة أسابيع في العام الماضي والعام الحالي من سيفوز بدورة الإنجليزية وهذا لا يحدث كل عام مع مانشستر سيتي هذا يعني أن المنافسة كانت قريبة ليفر بول خسر في الأشوات الأخيرة من البطولة وقد رأينا ليفر بول ينافس حتى اللحظات الأخيرة في العام الماضي أعتقد أن البطولة تسداد قوة أعتقد أن الأنديل الآن تدعم فرقها وتصرف الكثير من الأموال من أجل هذا الهدف أرسل قد فعل ذلك تحت خيادة مايكل أرتيتا وأيضا من ليفر بول أستطيع أن أقول أن ليفر بول قد خسر اليوركين كلوب ولكن أستطيع أن أقول أنه الآن سيكون تحت خيادة مدير فني رائع أرني سلوت وكذلك نفس الأمر بالنسبة لتوتنم الفرق تسداد قوة يجب عليها أن يكون أقوى في الموسم القادم لا نعرف من سيفوز بالدوري أعتقد أن المنافسة تسداد قوة ولكن ماشي السلسيتي بالفعل هو المسيطر الآن على البطولة طيب إذا كنا دخلنا في إطار دعم الصفوف خلينا أسألك عن الأخبار المتعلقة بالمركاتو خصوص الانتقالات اللي يمكن ترددت بعض الأسماء في بعض الأسماء في إطار التفاوض في بعض الصفقات حوسمت بالفعل الكلام على رحيل مثلا النجم اليونيتد برونو فرناندس للأقرب طبعا حسب ما تامل عنه أن باير ميونيك عنده رغبة كبيرة جدا في التعاقد معه استهداف الأرسنال لبينجيمين سيسكو كنت كلمت مع حضراتكم عن بنجيمين سيسكو واحد من المواهب الوعيدة مهاجم الحقيقة على أعلى مستوى بيلعب في مهاجم سلوفيني بيلعب في لايبزيك لألماني أعرف منك أهم الصفقات المتوقعة والصفقات التي تم الإعلان عنها بالفعل في الأندية الإنجليزية أعتقد أن هذا الوقت من العام هو الوقت الأصعب بالنسبة للأندية والنسبة لللاعبين لاتخاذ القرار أعتقد أن السبدال اللاعب بمركز مكان مركز أمره صعب فإن بالك باستخدام لاعب جديد على الفريق فالأندية الكبيرة تنفق الكثير لتحضر هذه الأسماء الكبيرة وتحافظ على النزاهة على النزاهة المالية كذلك فبالتالي يجب أن يكون هناك توازن بين الأندية سيكون هناك بعض الانتقالات المثيرة للاهتمام ولكن المال سيتحدث من سيستطيع أن ينفق أكثر ولكن انظر إلى مانشيس رايتد هم يحتاجون الآن أربع أو خمس لعبين ليعاوضوا الخسارة التي ستحل بالفريق في الموسم القادم ولكن المال هو من سيحكم على الأمر في نهاية المطاف كم سيصرف الفريق بس اسمح ليعاف معك في النقطة دي نحن شفنا تجربتين يعني أعتقد أنه على مدار سنين طويلة جدا كان نادي منشيس رايتد الأكثر انفاقا ومع ذلك فشل في الحصول على أي لقب بسنسنة طبعا لقب كسر الاتحاد في الموسم الأخير تشيلسي أيضا كان الأكثر انفاقا في الأندية الإنجليزية في الموسم الأخير ورغم ذلك فشل في الحصول على أي لقب أو على أي بطولة نعم نعم لا يتوافق مع ما قلت تحديدا ولكن لم يكونوا سيئين لهذه الدرجة يجب أن يكون هناك صبر على هذه الصفات بالنسبة لي فريق كأورسنل حينما استقدم أورتاتا في البداية لمدة ثمانية عشر شهرا النادي تحل بالصبر واستخدم العديد من الصفات وكذلك الأمر بالنسبة للشيلسي النادي الآن تحت خيام بوتيتينيو يجب عليهم أن يصبروا مع هذا المدرب الشاب مع هؤلاء اللاعبين الشباب كما حدث وقد قالها من قبل غاري نيفل عن مانشستر رونيتد مانشستر رونيتد الآن فشيلسي الآن لعبي تشيلسي الآن هم مليونيرات ولكن يجب على الفريق أن يصبر عليهم هم فريق شاب يجب عليهم أن يصبروا على الاندماج اللازم لهؤلاء اللاعبين فالكثير من الأموال التي صرفت تحتم على الإدارة الصبر فالدور الإنجليزي عموما يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى المثابرة فنادي كمانشستر رونيتد ربما لديهم الفرصة لمنافسة مانشستر سيتي بعدما رأينا في البطولة الأسفل وأنا بأتكلم معك على المركات ولازم أتكلم معك عن الصفقة الأهم التي تم الإعلان الصفقة التي طال انتظارها لأكتر من أربعة أو خمس مواسم والتي تم الإعلان عنها طبعا وحسامها الريال فقط انتقال كيليان مبابي نجم فرنسا ونجم البي أش جي لريال مدريد كيف تشاهد الصفقة دي وكيف تشاهد مستقبل مبابي مع الريال؟ أعتقد كما قلت أنها هي الصفقة التي كان يتوقعها الكثير لكم من السنوات لا نستطيع أن نتذكر أربعة أو خمس سنوات ننتظر كل عام كيليان مبابي في ريال مدريد ولكن في النهاية الأحلام تحققت حينما تنظر إلى ريال مدريد كفريق شاب فريق مليء بالمواهب فريق يستطيع أن يحقق كل ما أراده ربما الآن مبابي هو الأفضل في العالم انضم لريال مدريد اللاعب الذي يتمنى كل فريق في العالم وانضم للنادي الذي يتمنى كل لعب في العالم أعتقد أنها أفضل خطوة لأي لعب في العالم ما فعله كيليان مبابي أنت لعبت في فترة كان العالم كله الحقيقة كل الأندية كل المنتخبات عندها مهاجمين من العرى التييل والبروفايل بتاع المهاجم في الفترات دي كان مختلف يعني لما كلمك على مهاجم مثلا زي ماركو فان باستن لما كلمك على باتيستوتا لما كلمك على رونالدو نازاريو وغيرهم طبعا من الأسماء البروفايل المهاجم المتكامل مش شاف أن البروفايل ده النهاردة بقى عملة ندرة يعني لما تكلم على أبرز أو أهم المهاجمين في العالم النهاردة هقول مثلا إيرلينج هالند هقول كيليان مبابي هقول حتى ليفندوفسكي أو هاري كين ما أعتقدش أنه بقى فيه مهاجم منهم ممكن يتخارن مع الأسماء اللي أنا ذكرتها من شوية لسوء الحظ يجب علي أن أكون محايدا لكن لا أستطيع أن أكون كذلك هاري كين الآن هو مهاجم متكامل يلعب باليسار يلعب باليمين هو يلعب بالرأس هو مهاجم يوجد به الكثير من ميسي من رونالدو هو أصبح متكاملا ولكن إذا أعطيته الفريق المناسب أعتقد أن كل فتاة في العالم حتى في العالم العربي الكل كان يتطلع لرونالدو يتطلع لميسي يتطلع لأي لعب غير المهاجم الصريح فاللاعب المهاجم الصريح لا يتحل بشهرة لازمة ويشق طريقه بصعوبة عكس ما كان في الماضي عكس ما كان المهاجم التقليدي في الماضي أعتقد أن المهمة أصبحت أصعب أعتقد أن الجميع يرى أنه مركز مناسب ولكن هاري كين استطاع أن يحقق المعادلة الأصعب أن يكون المهاجم التقليدي وأن يكون المهاجم المتكامل في الدورة الإنجليزية أريد أن أروح معك للبما أن نكلم على ريال مادريد أيضا أريد أن أروح معك لمشوار الريال واحد طبعا رأيك في تتويج الريال السنة دي بطولة الدوري الأبطال وإزاي بتشوف قدرة أنشلوتي على قيادة الفريق رغم أنه كتير تحفظ على مستوى وكان شايف أنه أقرب للخروج أمام الستي وأقرب للخروج أمام البايرن بل أنه كان الطرف الأسوأ في مباراة النهائي وكانت حظوظ بروس دورتموند في بداية المباراة أو في التلتين المباراة أفضل بكتير جدا وكان الأقرب للتحقي اللقب نعم أنشلوتي الآن ومسيراته في الشامبينز ليغ كلاعب وكمدير فني هو لا يضاهى بأحد هو الآن من الصعب أن ترى أنشلوتي يتغير من سيكون بديل لهذه المسيرة الرائعة أعتقد أن ما حققوا بالفوز بدور الأبطال هو أمر مذهل في نهاية الجميع كان ينتظروا ليفوز بدور الأبطال لم نتوقع أقل من ذلك من ريال مدريد أنشلوتي الآن مع فريقي أنا أتوقع أنا أتذكي حينما كنت ألعب وكنت أسمع عما يحدث مع أنشلوتي خلال غرفة خلال الملابس هو يحفز الجميع هو يستطيع أن يسقي اللاعبين التاكتيك الخاص به ولكن أستطيع أن أقول أنه المدير الفني المتحكم المدير الفني القادر على فرد وجهة نظري لديه الوصفة الخاصة به مع كل فريق كل مدرب لديه الوصفة الخاصة به ولكن أنشلوتي لا يمكن أن يتكرر في التاريخ رغم وجود لعبين على أعلى مستوى في كل الخطوط وفي كل المراكز الريال إلا أنه الكل متحفز على شكل ونوعية الكرة اللي بيقدمها الريال هل تعتقد أنه مع وجود كيليا نمبابيه يتغير شكل الفريق يعمل التأثير أو يقدم المستوى اللي ممكن يغير من طريقة وقسطوب لعب ريال مدريد في الموسم المقبل ولا أنشلوتي يحفز على المدرسة الإيطالية اللي بتميل الدفاع وخطف الفوز زي ما شفناها بيحصل كتير جدا السنة دي أعتقد أن وصول كيليا نمبابيه سيجعل من غرفة الملابس أقوى سيجعل فريق أقوى سيقدم كرة قدم أمتع وسينافس ليفوز بدور الأبطال هو أتى ليفوز بدور الأبطال فبالتالي أنا أقول أننا سنرى ريال مدريد كما كنا نراه في الماضي أعتقد أن الناس كلها تعرف أن الفريق الآن فريق متوسط أعماره 25 عام فريق شاب جدا سنرى كرة هجومية أفضل أعتقد أن باقي أوروبا ستعاني أمام ريال مدريد يعني مش بالضرورة ممكن يكون الموضوع لي أثر سلبي وشوفنا ده بيحصل كتير وانت أعتقد اشتغلت اللي كان ليكت أجربة في بي أس جي يعني في فترة وجود ميسي وديماريا ونيمار وإمبابيه كان الحديث الدائم عن الحجم المشاكل الكبيرة جدا اللي بتحصل بين أسمائها من العرض سئيل والنهاردة بنتكلم على نجوم أيضا في الريال لا تقل مكانتهم عن السلاسة اللي تكلمت عنه بنتكلم على جود بيلينجهام واحد من أروع المواهب في أوروبا الإنجليزي الدولي طبعا عندنا فينيسي جونيور مع وجود كيليا نيمبابيه أعتقد أنه هيكون صعب على سيطرة بالإضافة طبعا لكتيبة أخرى من النجوم لكن السلاسة دول تحديدا حجم المنافسة بينهم النجومية في نادي زي الريال أعتقد هيكون صعب جدا السيطرة عليهم نعم نعم أنت محق تماما كنا نرى الجلاكتكوز دمان مع ريال مدريد كان فريق مميز هو الأفضل في العالم أفضل الأسماء في العالم ولكن أنشلوتي الآن لديه الطريقة الخاصة بإدارة هذه الكوكبة من الأسماء ليدير غرفة الملابس الآن ليدير هؤلاء اللعبين الشباب ويرضم العلاقة بين هذه الأسماء فبالتالي إذا كنت تسألني عن رأي الخاص أعتقد أن كبت أو كبح الغرور الخاص بهؤلاء اللعبين الشباب كما رأينا مع تشاومني من قبل فبالتالي سنرى أو إذا لم يحدث أي عدم احترام للمدرب إذا كان هناك التقدير اللازم للمدرب سيكون هناك التحكم الأمثل فإذا تغير المدرب إذا تغير الجهاز الفني كله سنرى نفس النظام داخل غرفة الملابس طيب بعيدا عن المدرسة الكلاسيكية وأنت يمكن كنت تكنيكال ديراكتر في توتن هام وبعيدا عن قصة الإمكانيات والنجوم اللي بأرقام خيالية والأسماء الأندية الكبيرة اللي عندها قدرة دايما على المنافسة في تجربتين النهاردة يقال أنهم أحدثوا صورة في عالم التدريب في أوروبا تجربة الأولى هي تشابيالونسو مع بار ليفركوزن والتجربة التانية اللي أثرت كتير من الأعجاب الحقيقة هي تجربة تياجو موتا مع بولونيا في إيطاليا هل بتشوف أنه نحن على عتاب صورة في طرق حديثة أو طرق جديدة في كورت القدم يعني تياجو موتا الحقيقة مثلا بيعتمد على طريقة 272 وهي طريقة كتفعالة جدا ونجح في تطبيقها وتحقيق أرقام كواسة جدا بها في الدوري الإيطالي تشابيالونسو أحدث فارق وتحول 180 درجة مع بار ليفركوزن بل أنه استطاع أنه يحقق اللقب دوري ألمانيا وكاس ألمانيا السندي في فريق تقريبا يعتبر خالي من النجوم رأيك إيه في التجربتين دول تحديدا لم أسمع جيدا خليني أقول بعيدا عن الأندية الكبيرة في تجربتين لفتوا لأنظار تجربة شابيالونسو مع بار ليفركوزن وتجربة تياجو موتا مع بولونيا هل تعتقد أنه في جيل جديد من المدربين أو المدير الفنين بيقدموا فكر جديد صورة جديدة في عالم كورت القدم زي ما عمل جوارديولا من بداية تجربته مع البرسا أعتقد أن كلا الفريقين قد استطاع أن ينافس بشكل كبير تقصد بالتحديد تجربة ليفركوزن بولونيا مع تجربة ليفركوزن نعم لفرقوزن مع بولونيا مع تياجو موتا و بولونيا مع تياجو موتا تجربة ليفركوزن تجربة ليفركوزن نعم نعم بالطبع مثال عظيم مثال حي على ما كنا نقوله عن المدرب كلنا نعرف المثال التقليدي في ألمانيا هو بايرن ميونيخ الذي يفوز بالدوري كل عام ولكن الآن لدينا لدينا مدير فني شاب شابي ألونسو استطاع أن يؤدي عملا رائعا مع بايرن ميونيكوزن بكوكبة من اللاعبين ليسوا مشهورين ولكن قد ضرب مثالا كبيرا في الالتزام العمل كوحدة واحدة الالتزام داخل الملعب وفي غرفة الملابس وفي كل مباراة نعم هو مثال مذهل للمدرب الناجح ليفر بول الآن كان يجب عليهم استخدام هذا المدرب ولكن المدير الفني الحالي الآن أرنس دوت هو أستطيع أن أقول أنه سيؤدي بشكل رائع كما فعل شابي ألونسو مع بايرن ميونيكوزن ليس فردن بشكرك شكرا جزيلا واتشرفت بوجودك معي في الساديسة شكرا جزيلا على مشاركتك معنا كل التوفيق طبعا لإنجلترا واحد من المنتخبات الكبيرة اللي هيدخل في بطولة اليورو بطولة اللي ننتظرها طبعا بفارغ الصبر بعد انتهاء الموسم لكن خليني أقول لكم والحقيقة دول يستحقوا أن احنا هنتكلم يمكن أنا تطرقت ليهم في حديثي مع عليس فردن الحقيقة تياجه ما قدت يمكن طبعا الدوق اتصلت بشكل كبير جدا على تجربة شابي ألونسو والتحول والنجاح الكبير جدا مش بس على مستوى الأرقام ونتائج على مستوى الكهورة خدوا بالكم الجمهور بيفرح طبعا لما في رقيته تكسب تلاتة بونت أو تكسب لقب أو تكسب بطولة أو تكسب احتكار أندية معينة لقب بطولة زي مثلا بايل ليفركوزن على رغم طبعا ليفركوزن يعني مش اسمه قليل في الدوري الألماني يعني ليفركوزن كان بيلعب دوري أبطال أوروبا ووصل في مرة من المرات لنهائي تشامبيونز ليج لكن أصد أقول التحول اللي يحصل في وسط سيزن اللي عمله تشابي ألونسو يستهل أن احنا نتأمل التجربة نشوف الراجل ده في مدربين دايماً كوبي بيست مدرب بيجي يشتغل حافظ مش فاهم مش إساءة أو مش تقليل من إمكانياتهم لكن ما عندوش الخضرة على المغامرة ما عندوش مساحة للإبداع ما عندوش مساحة للابتكار ما عندوش مساحة إنه يغامر ويشتغل ويفكر بشكل برى الصندوق الكل بيشتغل 4-3-3 اشتغل 4-3-3 على رغم أنه فيه يعني لما بقول لها الطريقة 272 أنا مش بقول أي كلام أنا مش زي الناس اللي بتخرف وها بتتكلم على الهوى أنا بقصد طريقة 272 دي طريقة لعب بيها بولونيا وحضراتكم لو عملتم على أو بتتابعوا الدوري الإيطالي هتشوفوا النتائج والأرقام اللي حققها بولونيا مع تاجو موتا صورة في عالم كورت القادر بيستخدم الحداشر بما فيهم حارس المرمى كلاعب يبدأ الهجمة من وراء اتنين بيتحرجوا بشكل معين مع سبعة في خط النص واثنين قدام يقدروا يخلقوا المساحات ويستحوزوا على الكرة ويخلقوا زوايا تمرير بشكل معين بحيث أن الكرة والهجوم والتشكيل خطورة حس أن الكرة سهلة الكرة بسيطة الكرة ما فيهاش تعقيد اللمسة واللعبة الاستحواز الجماليات كل ده لما يتربط بالنتائج بياخد الفريق وبياخد الكرة بتاعت الفريق في حتة تانية خالص وده واحد من الحاجات اللي بنراهنا عليها مع كابتن حسام هليغامر هل هنشوف الشكل التقليدي والأسماء وطريقة اللعب اللي شفناها قبل كده مع كارلوس كيروش ومع فيتوريا ومع هكتور كوبر ولا نشوف شكل جديد للمنتخب توظيف جديد لعناصر المنتخب طريقة لعب تشكل نقل نوعية للمنتخب مصر ده هيكون واحد من محاور كلامي طبعا نتمنى التوفيق للمنتخبنا إن شاء الله في حضور جماهيري كامل العدد إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي مع نجم النادي الأهلي السابق طبعا كابتن سعيد عدل عزيز الحقيقة يمكن على أحرم الجامر الجماهير الكرة في بصر في انتظار الظهور الأول هو طبعا ظهر قبل كده مع كابتن حسام في الدورة والدية لكن الظهور الأول على المستوى الرسمي فين في مشوار تصفيات كاس عالم اللي الكتير الحقيقة متوقعين إنه المنتخب المصري قادر على حسم بطاقة التأهل ولكن يعني تجربتنا مع كاس العالم والتصفيات تحديدا مش مضمونة نتمنى إن شاء الله ونراهن على مباراة بوركين إنه كابتن حسام يقدم لنا المنتخب في صورة مباشرة على الأقل تقدير لمشوارنا والفرصنا في الحصول على البطاقة وبإذن الله هدفنا أبعد من كده يعني يبتالي إنه احنا متفقين إنه قصة التأهل في حد ذاتها مش هدف هي وسيلة إنه احنا نروح نعمل حاجة بقى في كاس العالم إن شاء الله بإذن الله احنا مش أقل من المنتخبات العربية أو الأفريقية اللي ظهرت في كاس العالم في قطر بشكل أكتر من رائع أرحب بكابتن سعيد عبدالعزيز ضيفي النهاردة في السادسة نجم الندي الأهلي طبعا كابتن سعيد مساء الخير مساء الله رسل أحمد وأنا سعيد موجود معك دايما تنور الدنيا دايما في بيتك أهلا وسهلا بك خليني أبدأ معك من ملف المنتخب الوطني تولي كابتن حسام حسن المسئولية مقدمات الفترة اللي اشتغل فيها لغاية دلوقتي وتوقعتك أو رؤيتك لماطش بوركينا والأهداف اللي محتاج كابتن حسام إنه يحققها من مبارادي جنب التلاتة بونط يعني التلاتة بونط طبعا مفهومش نقاش بس مع التلاتة بونط أكيد بيسعى لتحقيق أهداف تانية كتير طيب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو في البداية نحن يهمنا الاستقرار يعني أنا شايف إن كابتن حسام الفترة الأولى اللي تولى فيها المنتخب مكانش فيها استقرار شوية محمد صلاح مكانش موجود الشكل العام الهيكل الفرقة دخلنا بطولة قوية جدا في مصر يمكن زهرنا بيها في بعض المبارات بشكل كويس لكن ماتش الكرواتيا كان الأمور مش متزبطة كتير الوصول زبطة ولا كرواتيا تقيل علينا ده طبيعي جدا تتكلم على فريق ثالث عالم طبعا نجوم على أعلى مستوى كوبازيتش مودريتش لا هو هو اتش 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 كلهم اتش دولات اتش لا صحيح لا هو من ناحة الفنية طبعا هم أكيد هم أعلي لكن احنا بتكلم على حتة أنه أنت لسه تغيير مدير فني ولسه كان فيه أزمة في كاس الأمم لكن أنا شايف إن الفترة اللي فاتت دي فيه استقرار معظم الفرق المصرية بتاخد بطولات كبيرة سواء الأهلي أو نزة مالك المستوى الفني في الدور الممتاز رائع جدا ولعيبة بتظهر بشكل كبير جدا بقى عنده قاعدة كبيرة أنه هو يختار أفضل لعيبة تقالبت فينا كابتن سعيد نحن حيرانين في باك ليفت وباك رايت يعني يعني ما بص القايمة كابتن حسام غير محمد هني وإحمد فتوح وكأن مصر بأنديتها والدوري درجة الأولى ممتاز والدوري المحترفين وانت يمكن صحيح ما فيش القماشة عندنا وشاكل هنرجع من البدايات هل مشاكل كواليتي لعيبة وماشة ولا مشاكل اختيارات يعني أسمع وجهة نظرك بول طبعا أنت حضرتك تبعت يعني الأجيال كلها احنا حتة الباك ليفت عندنا فيها مشكلة من زمان يعني حتة الباك ليفت بزيات لكن احنا ده موجودة في نادي الأهلي نفسه يعني احنا لما معلول بيتصاب بتصر تلعب عمر كمال أو بتصر تلعب كريم فانت عندك مشكلة لكن حتة الباك رايت تمشي يعني ممكن محمد هاني موجود أكرم توفيق لعب فيها تمشي الأمور تمشي لكن حتة الباك ليفت هو الباك ليفت لازم يبقى شوال؟ لا هو الأفضل يبقى شوال يعني احنا احنا كرة دلوقتي اتطورت يعني فيه نظام الشغل بقى عمر كمال بيعجبك في مركز الباك ليفت أدى مباراة الاتحاد بشكل رائع جدا وممكن أحرز هدف كمان عالمي طبعا أمتع هداف الدولي نحن ختمنا الحلقة مباراة ختمنا اتكلمنا يعني كانت علامة الاستفام الكبيرة مع علامة القايمة هو ليه عمر كمال مش موجود كباك رايت مش كباك لفت ومباراة بعد خروج فتوح من المعسكر تسألنا يعني ليه عمر كمال ما كانش موجود بزي لكن بمجرد حتى الحلقة ما خلصت تعرفت انه جالي الخبر انه كابتن حسام قرر يضم عمر كمال عبدالوحد ده اللي كنت تقول حضرتك علي من شوية احنا كابتن حسام عنده القاعدة كبيرة دلوقتي فهو طبعا المفروض بيبقى عنده اختار اختيارات معينة بناء على مطشين اللي هو بوركين نفسه وغينيا لكن عنده ويت انجلست البعض اللعيبة يعني دايما بيبقى حاطف دماغه سيناريو واحد واثين وثلاثة لو هو مش موجود واحد وثلاثين اكيد بيقى فيه ثلاثة انا شايف ان عمر او كريم لما بلعب باكليفت الاثنين دايما الرجليم على جوه الملعب بيبقى افضل يعني في الشوت في الحاجات البيانيات لكن انت لو معلومش زي ما بتعمل في الجناح اليمين والججاح الشمال يعني الجناح اليمين بيبقى غالبا افضل ان يكون اشوال على عكس الجناح الشمال المفروض ان يلعب برجل اليمين وعلى فكرة بس في الكروسات بتبقى صعبة شوية هي دي لكن في الكوفر كمان بتبقى في شكل اسهل يعني هو تغطية دفاعية تغطية دفاعية لكن هي القصة كلها ان لو وصلنا للتلت الهجوم تغطية العكسية سهل جدا انه يتعامل باليمين على عدلته لكن الاشوال ممكن بقى يخش يقلس فهو كده كده بقى ضامن الكورة ولأسهل انه العيب يلعب برجل والاتنين وريحنا بس انت مش موجود لكن هي القصة في التلت الاخير دي بتبقى مشكلة جدا لان شو بقى معلول لما بيوصل بس برفعني بشيل الكورة تشيك بول خفيف لأي حد جاي من تحت دي سهلة جدا ميزان ميزان دهب طبعا طبعا بيفارق معنا كتير ان شاء الله بإذن الله تعالى لكن اي واحد بقى ريت هيتطر انه يعدل وبياخد وقت طبعا كان عندنا في الحتة دي انا اختلف معك يعني كابتن ربيع ياسين مش هقول حتى محترفين مش هقول لك جلبرتو مثلا كابتن ربيع ياسين في فترة من الفترات محمد عبداللهب الله يرحمه كان بك شمال طبعا يعني أعلامي طبعا كابتن محمد أمارة طبعا كابتن سيد معوض طبعا أبو مسلم بعدين أبو مسلم طبعا يعني بكاك بس بس في كابتن أحمد رمزي في الزمالك اللعب معنا كاسعالم بردو كان مميز جدا جدا مع الزمالك ومع المنتخب يعني ما كانش فيه أزمة قوي في المكان دا طول عمرنا يمكن هي الأزمة حصلت حصلت معرفش هي أزمة أساسا يعني انت شايف انها أزمة ولا انت شايف في خمات عندك قولي كده مين في المركز دا عجبك سواء في دولي ممتاز أو في دولي محترفين يعني اللافت للنظر بعروفين السكرة مكشوفة دلوقتي يعني هتلاقي فاتوح دلوقتي في إزناد الزمالك ماشي مختلف ماشي محمد حمدي محمد حمدي محمد حمدي لا في بيتروج اسمه في بيراميز في بيراميز دول أميز الثانيين موجودين يعني حمد حمدي مع المنتخب قدم يعني وأنا شايف أنهم قدد يعني مردود معقول كم من عشرة يعني هنقول لو قلنا هنديلوا سبعة من عشرة يعني سبعة من عشرة لكن انت بتكلم بقى على أجيال سبعة من قديمة جدا انت بتكلم على أجيال كل واحد فيهم كان فرقة لكن دلوقتي طرق اللعبة كلها تغيرت فانت بحاجة يعني ما فيش دلوقتي مركزية الباكليفت ممكن يخش دفندر ممكن تليقي طرف لأنه خلاص الكل بيغطي بعض لما البداية عندي أن أنا أدخل لعيب جوكر مش مكانه الأساسي يعني انت قلت معناه ان المركز ده على مستوى كرة في مصر في مشكلة أكيد وما زالنا في مشكلة طول ما انت ما بتطلعش قاعدة من تحت نشئين في الأندية كبيرة هيفضل في مشكلة لأن اللافت للنظر أسحام بيش بنكلم على فرق بنكلم على المنتخب لو مش في الأهل والزمالك أو الإسماعيلي أو الأندية كبيرة أو بيرامس أو الأندية كبيرة هيبقى في مشكلة مش هتقدر تاخد يعني مش هيسحب عينك لكن أنا شايف أنه في مشكلة والعين اللي بتدار كويس يعني قولي الدولي المحترفين أنا سامع أنه في كرة وفي نجوم وفي مواهب وفي منافسة والنسخة الأولى كانت نكحة جدا هل مثلا تقدر تقول أنه في أسماء كانت تستحق أنها تاخد فرصة في الوقت الروح لا ما فيه التداخل على مطشين المحليين لماذا يتعملش سيستم معين وفي بطولة أفريقيا المحليين حتى لو مش هنشارك أو ساحمت فيها ولكن عندك المفروض يبقى فيه لينك من الكابتن حسام ولو عملت المنتخب ده أن أنت عندك 2-3 يبقى موجودين في المنتخب المحلي قدام عينيك ويأخذ نفس السيستم الشغل من الكابتن حسام ويقعد وجهاز فني محترم يمسك المنتخب بعد المشكلة على أن إذا وحتاجت لعيب وحد تصاب لقدر الله يبقى موجود معك ويتمرن نفس الشغل التي لن تأخذ وقت وضم من دور المحترفين من قسم الثاني على فكرة حتى القسم الثاني والثالث لعيبة مميزة جدا لكن لا يأخذ فرصة وإنت في الوقت أنا لا أجرب في مطش بلوكرا فسو مش هتلحق تجرب أنت محتاج اللعيبة لرجلها في الملعب أنت لسه أخذ بطلطين جمدين جدا سواء الأهل أو الزمالك أو اللعيبة المحترفة فمش هدي دلوقتي فرصة لحد هو اللعيبة من ممكن من وجهة نظرك هو دم عمر كبال طبعا وعمر الحقيقة في أي حتة في الملعب تحطه باستثناء خط الظهر يعني باستثناء يعني قلب الدفاع أعتقد عمر لعيد من لعيبة الجواكل زي وزي كريم فؤاد زي وزي أكرم توفيق تقدر توظفهم بشكل مختلف لكن لو قلت لك مثلا عدي لي أفضل ثلاث بكات شمال في مصر مثلا يعني شايف مين اللي برا فتوح لأنه فتوح محام فيش خلاف عليه لأنه الأساسي بمنتخب مصر طول ما هو سليم يعني يعني يرجع بالسلام إن شاء الله وفيش أنا بالنسبة لي يعني اللي يقنعني هو حمدي محمد حبد ده اللي يقنعني لكن يعني الباقي مش وحشين لك لسه قدام وقت حسنا بكلم على المتخب مصر مش بكلم على فرقة على المستويات المحلية يمشي لكن أنا بكلم عن منتخب مصر لازم بحد موايز قوي فللأسف أنت تطلق دلوقتي يتلعب واحد بلعب رجلي اليمين في الوقت الحالي اللي ما فيش موهبة صعيدة يعني سيبك من أنها محتاجها جهزة دلوقتي وأن أنا دخلها منتخب مرة واحد لكن ما فيش قماشة مع الوقت الاسم ده سمعته يعني سمعت ناس كتير بتتكلم أنا متابع أمبي على فكرة في الدوري أنا متابع محمد حمدي بيراميد طبعا موقوف فنش هيلعب وشكري كميل أسماء المرشحة بس شكري طبعا على الإصابة منعيته من يمكن هو ده اللفت نظري في الدوري الممتاز بسرعة بسرعة أنا أخذ بالك على شان باكليفت نغير بقى فكرنا شوية وندي فرصة لكابتن حسين أنه نعمل منتخب تاني بس نعدي المطشين دول على خير إن شاء الله وبعد كده بقدمك الوقت أنت تبني جيل أنت تخذ بالك أنت قدامنا سنتين أو ثلاثة وجيل ده معظمه يتغير فنحن نحتاجين جيل دي واحدة من أعتقد يعني الأهداف اللي على أجندة كابتن حسين أكيد صح هم يدولوا بقى المساح يعني مين يدولوا مساح أحد الكرة هو مدير المساحة مش مستني مدير المساح مدير المنتخب مدير ف Billy منتخب مش مستني حد يدوله مساح لأ يدوله التنفيذ مش أظل التنفيذ أنا ممكن أمم هو اللي ياخد المساحة اللي هو عايز مهو أمم أنت بس عد المطشين دول وطبيعي أنه يبقى في دماغ لأنه نتكلم على أنت بتبني مستقبل الكرة مصرية خاروطة الكرة الأفريقية كابتن جوهري وكابتن حسن شحاتة كانوا يعني السبب في نجاحهم مع المنتخد وحبنا نتكلم على الخبرات وطنية ما هماش مدربين أجانب كابتن جوهري يوصل بينكاس عالم تسعين وعمل عروض يعني أعتقد أنها كويسة وقدامه انتخابات كبيرة زي هولندا المباراة الشهيرة المباراة الأشهر لا بس الحقيقة ماتش البرازيل وماتش إيطاليا مع كابتن حسن برضو ماتشات لا تنسى حسنة مش حابت نتكلم في ماتش ولا اثنين ولا ثلاثة يعني نفسي نروح لأبعد من كده يعني اللي عملته المغرب في المونديال ده ليه مصر ما تعملوهش فهم قصدي؟ تمام وهل كابتن حسن يقدر يعمل ده بالجيل ده الحالي من اللعبين همتكلم برضو مغرب عندها أماشا لعيبة كلها اتولدت وتعلمت وتأسست كورة في أوروبا طب هو السؤال اللي انت عندك كان محترف هو ده الفرق بيننا وبين المغرب عندهم محترفين كدير جدا وبيد فرصة لناس تطلع بره تحترف الاحتكاك الأوروبي طبعا أكيد بيأثر عليك لانه انت لو احنا تكلمنا على منتخبات بقى مش أفريقية أوروبية السيستم اللي حبه كل واحد يعني بتكلم على ريال مدريد ومشاستر سيتي والليفربول الكرة واحدة لكن بتختلف من اللعيبة معينة هي اللي بتنفذ شغل المدير الفني انا شايف ان الجيل ده مع كابتن حسن ممكن يقضي الغرض ده لكن نزبر عن ناس شوائي يعني نزبر عن كابتن حسن لان احنا فيتوريا يعني نزبر عليه غاية الشهود التاني في مطش بوركينا ولا نزبر عليه لغاية مشوار التصفيات ما يخلص يعادل المطشين دول لكن انا شايف ان هو لازم ينفذ عنده أجندة ينفذها لان المصطح العامة دلوقتي احنا بتتكلم على الكرة المصرية ملاش نتكلم عن المغرب تعال ان بص افريقيا نيجيريا وغانا كل الكرة الافريقية كل دلوقتي اتغيرت مين اللي غيرهم زمان ايام حضراتك بتتكلم على جيل الكابتن جوهر الله يرحمه وكابتن حسن شحاية ربنا ديره الصحة تمتكلم على اجيال كان لوقتي كرة مختلفة دلوقتي كرة خلاص بقيت ضايا ايه يا كابتن سعيد هو بوركينا مثلا 98 دي احنا رايحين بالتقريبا المنتخب الولمبي معهم من الكبار كان كابتن حسام وكان بيتراجم كابتن جوهر انه خد كابتن حسام اساسا وكابتن طرق مصطفى واعتقد كابتن هاني رمزي خد بقى عندك ياسر ردوان عبدالسطار حيزم احمد حسن كل دول كان منتخب الولمبي مع روتكول وخدهم كابتن جوهر وراح لعب في افريقيا مع العتاولة وكان مصر كلها مستانية هو شخصيا كان يعني مفاهمنا انه احنا رايحين نتفسح ونيجي بعد مصطفى الدول وراح خد البطولة معي دي ميزة نفس القصة في 2006 2008 2010 محدش كان يتوقع يمكن الاولانية عشان انكت على ارضنا فكان يعني امالنا كبير في البطول جبناها لكن لا حد كان يتوقع انك تكسب 2008 ولا حد كان يتوقع تكسب 2010 وكانت افريقيا متجاجة بالنجوم غانا في عزها الكاميرون في مجدها كوديفور جيل العتاولة نيجيريا برضو يعني ورغم ذلك لا كنا موجودين ووقفين وقدري وما كانتش في محترفين برضو مين كان محترف يعني طب انا يعني اخذ حرجة بقى شوية الحضري في 2010 كنا على طول يعني فيه تواصل بنا بقول لي والله بعد كل مطش احنا في دماغنا مجهزين الشنط ان احنا نمشي يعني بص لحد فين لكن ربنا سبحانه لا بيكرم طالما فيه عدل في اختيارات طالما فيه روح طالما فيه مدير فن بيعمل حالة للفرقة ويمكن اللي عجبني جدا مستر كولر الفترة دي احنا انتقدناه قبل كده يعني نقول مستوات مش مزموطة شوية نتيجة الإصابات النتائج بعض النتائج اللي كانت سلبية لكن دلوقتي الرجل رجع عمل حالة يعني ولا اروعة كل اللعيبة بتقدم شكل كويس قوي الروح المعنوية انا بقول اي مدير فني هيعمل روح ويعمل حالة كويسة للفرقة ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه ايه اللي منتظره من في شكل يعني هل يراهن كابتن حسان في المبارادي على الطريقة والاسلوب والاسماء اللي تعودنا نشوفهم مع كل الاجهزة الفنية اللي سابقة شكل المنتخب وطريقة لعبه تقريبا ما تغيرتش لا مع كابتن حسان ولا مع حسان بدري ولا مع كابتن ايهاب جلال ولا مع الجانب زي كيروش او فيتوريا او حتى ايام هكتور كوبر مغامرا انه يغير في شكل المنتخب ومراكز اللعيمة وتوظيفهم ولا تطاقع انه يراهن على المضمون اولا هم مطشين صعبين جدا يعني انت كل دقيقة محسوبة انا شايف انه مطشين صعبين ايه كابتن سعيد صعبين والله الكرة مش مضمونة يعني انا احنا اعلى وبنلعب في مصر وجمهور معاك لكن انت مش ضامن للمطش احنا مطش الترجي من اول دقيقة الاخر دقيقة انت كسبين وعندك بقى يعني توفيق ربنا وجمهوره ومساندة ولعب عندها وروح لكن كان ممكن في اي وقت يجي في الجول اي فانا شايف ان المنتخب بتاعنا حتى لو المباراة صعبة واحنا مش هنقدر نقولها مبروكة لبعد المباراة ده طبيعي متفقين متفقين مافيش مباراة مافيش تسعين دقيقة في كرة القدم مضمونة يعني مطش الريال ومطش البروسيا مثلا في الفاينل حدش كان يتوقع الستين ديال الاولى اللي عملهم بروسيا دول لغاية جون كربخال مطش الهلال كمان والنصر الاخير حاجة يعني ما تعرضش مين يكسب موعدة اللي بقول لحضرك عليه ان الكرة ده تبقيت متعة يعني الناس بالسلامتها كابتل حسام هل هيغامر في اول مباراة هي المغامرة هتبقى في نص الملعب خد بالك انت بتكلم على مهاجم اسطورة يعني انت هالي دايما انه الفراودة اللي بيشتغلوا مديرين فنين بيبقى فكرهم هجومي مش شرط مش شرط انت بتاعب هنا في مصر والله دي مشكلة كبيرة جدا يعني وانا بلعب في مصر ولعب مع بوركينا فاشل ممكن ابقى متحفز هروح اعمل ايه بكس العين خد بالك انت حسب التشكيل نفسه هنقدر قول هيغامر فيه ولا مش غامر في مراكز مضمونة من وجهة نظرك اكيد انت عندك رامي وعبد المنعم دول الاساسي ما ينفعش تغير لان انت لو جينا نشوف حتى الاسماء اللي اختارها كابتن حسين انت اختارت تقريبا 11 لعيب او 10 من نادي اله فدي حاجة يعني وده طبيعي يعني حتى مش احنا بيقول الكلام ده حتى في اوروبا لما بيجي يختاروا بيختاروا من الفرقة اللي هي وغد بطولات اكتر اللي عبية فيه تجانس بينهم فلو شفنا رامي وشفنا عبد المنعم دول الاساسي تمام لو قلنا اكرم باك رايت وعمر باك ليفت برضو ميناد الاهلي لو كان فاتوح اكرم ولا هاني لا انا شايف اكرم شايف اكرم في المطش ده اه بص احنا بنتكلم بقى اكرم ولا هاني حسب المجازفة في نص الملعب يعني انت مفيش خلافة على مرواني يبقى موجود هل يلعب بزيزو عشور الاثنين في نص الملعب اقول لك انا التفكير يعني ممكن جدا جدا يلعب بزيزو طرف يمين وصلاح في قلب الملعب ويخلي مروانو امام مثلا نص ملعب او مروانو وحمدي فاتح يعني صعب هنختلف يعني صلاح اكيد هي بقى موجود في مكانه مصطفى تريزيجي ماشي هنا المجازفة بقى في حيط نص الملعب هل زيزو عشور ولا توفيق ومروان هي دي القصة لو توفيق مش هلعب في نص الملعب ممكن لعب بقريت لكن لو هي لعب في نص الملعب هي لعب هو ومروان وعشور بس انت اضطر دلوقتي تاخد زيزو لان انا قلت لك زيزو كفر دي انا في ماتسو زي ده انا في ماتسو زي ده لازم اجازف لعب 4-1-4-1 يعني اكتر من 4-3-3 يعتقد انه فيه مطشاط مطلوب فيها انك انت يعني تلعب جيم يعبر عن شخصية يعني يعني على استاد القاهرة في حضور جماهيلي كامل اللي عادة انت عارف التذاكر بتاعت المطش يا قلصة مصر بتلعب بوركينا في تصفيات كاس عالم ده شو يعني مطش صعب ومطش جد وبركينا فريق محترم وعندهم لعبة كويسة وعملين شو حالو في كاس الأمم ده شيء وانا بحضر المطش ده والشكل ومتخب مصر في اول مباراة تحت قياتي شيء تاني خالص والقماشة بتاعت الجيل ده الحقيقة ما تقلش عن جيل 2006 2008 2010 طب انا على نفسي عاملت تصور للتشكيل ده وانا بدأت بشيناوي اكرم رامي عبد المنعم عمر مروان زيزو عشور تمام صلاح مصطفى تريزيجي تمام عندك التمانيتين اللي حضرت بتتكلم متفق مع الجنة اه انت بتتكلم مع التمانيتين لو هم دول هيملك الشكل والاتنين بصراحة اذا كان زيزو والعشور يقدروا 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 بشكل عالي جدا ودول هيملك تحت مصطفى وصلاح وتريزيجي هو هم دول هيملك هم دول هيملك خاصة نحن بلعب في مصر في ملعبنا وجمهورنا مروان وقدامه زيزو وعشور وصلاح وتريزيجي وقدامهم مصطفى محمد ده الانسب لمنتخب مصر وهي دي اللي بنقول عليها المجاسفة هل هو كابتن حسيم هيبدأ بدول عشان التمانيتين يروحوا تحت الناس زول ولا هيبدأ في الأول بتحفز ونحط أكرم جم مروان ونشوف بقى هل إمام زي مناد الأهلي بيلعب لأنه خبالك أكرم الفترة دي بيقدر بشكل عالي جدا سواء باكرايت أو في نص الملعب أكرم وهاني برضو ادى تقل أو طبعا هاني دايما أنا حتى في حالاتي مع حضرتك أنا بسند هاني جدا لأن هاني باكرايت باكرايت لكن في مطشاط انت بتحتاج حد مدافع ومهاجم حد يدافع بس حسب رؤية الكابتن حسيم لكن أنا شايف الأنسب هو التشكيل ده وانت شايف أنه كابتن حسيم حسبها من حيث المغامرة يعني في مطشه زي ده 50-50 يعني إحساس الشخصي أن الكابتن حسيم هل هو على المضمون في الأول على المضمون في الأول عنده أوراق بديلة شايف أنه يعني لو كلمنا على 11 فممكن نكون من طريقة لعب شايفها على نفس المستوى هو معاه ديكة كويسة جدا لكن أنا كمان من جوة الملعب ممكن نعمل تغريك كتير جدا زي ما حدرك بتقول ممكن أجيب ديفندرين وصلاح عشرة ممكن أجيب مرموش ممكن أجيب تريزيجية عشرة فأنا ممكن أعمل حاجات من جوة الملعب مش أحتاج للدكة يعني في أدية الحدود ممكن أحتاج للدكة فدي ميزة أنت عندك أكتر من لعب بلاي ميكر ممكن توفيق لعب في نفس الملعب ممكن لعب باكرايت ممكن عمر اللعب وونجرايت فأنا عندي دلوقتي لأننا شفنا كلام ده في الأندية من جوة الملعب تقدر تغير يعني هو عنده أكتر من لعب بلاي ميكر فمن جوة الملعب ممكن تعمل تغييرات كتير فأنا شايف أن القماشة اللي موجودة مع كابتن حسام أتمنى ليهم التوفيق طبعا قبل أي حاجة وإن شاء الله يظهر بشكل كويس بإذن الله مستني إيه من صلاح على وجه التحديد في المطش ده صلاح على فكرة حتى تحت ضغوط كتير جدا من ساعة إصابته في أمم أفريقيا ومن ساعة الإعلانة عن تولي كابتن حسام حسن لمسؤولية المنتخب يعني كان صلاح محطوط تحت ضغط أعتقد سلبي يعني فكرة أنه يسيب معسكر المنتخب ويروح عشان يتعليق في ليفر بول فكرة أنه كان فيه حرب كلامية معرفش أساسها من الصحة الحقيقة لكن من الطرفين مع تولي كابتن حسام حسن المسؤولية أعتقد ده صلاح بيفكر فيه وهو بيرد في الملعب النهاردة في العيبة بتحب أكيد كلام اللي بتال قبل أو المقدمات دي بيبقى الرد عليها في الملعب فبالثاني إيه من صلاح في مطش بوركينة وطبعاً اللي كبر موضوع السوشيال ميديا بتاعتنا طبعاً يعني إحنا عندنا ما شاء الله بنستخدم كنرف الهشيم هي دي مين بقى أقولك أصلا سمعت أصلا ده قال مين قال ومن سمع؟ الله أعلم لكن انا شايفني محمد صلاح يعني من أكثر لا وهيكي تبقى موجة تقول بيان متوزع هنا وهنا وهنا فتلاقي كله في نفس التوقيب بيتكلم في نفس القسم لكن محمد صلاح من الناس اللي هي مش محتاجة أن انا أقول ضغوط ومش ضغوط محمد صلاح بلعب في أكبر أندي في العالم فمحتوط تحت ضغط كده كده يعني أنا مش مش محتاجة أن انا أقول ان محمد صلاح هيجي خاف الأله بالعكس ومش محتاج انه يرد. حمد صلاح عنده رصيد كبير جدا. ومش محمد صلاح انه اخد بالك وحنا نكلم على انه هو. لا هو مش يرد عشان يبرق نفسه. لكن اقصد اقول عشان يقول للجمهور انه كل اللي انتو سمعتوه كل اللي انتو شفتوه او اللي تقال في الفترة الاخيرة لأساس له من الصحة وانه صراح قادر يبقى في خدمة منتخب مصر اين كان اسمالي بتتولى مسؤولية و اين كانت الظروف. وانه يقدر يحقق. لانه اعتقد انه صلاح بيقرب برضه من سن هرده غير. وما اعتقدش انه عنده امل ولا حلم. اكبر من كاس العالم. يمكن اقوم افريقيا طبعا في المغرب السنة الجاية. لكن الاهم بالنسبة له كاس عالم انه يحقق فيه حاجة للمنتخب بلد. اكيد اكيد طبعا. ومش محتاج كلام الموضوع مش محتاج كلام. ومحمد صلاح مش هو اللي هيرد في الملعب. يعني انا اصلا محمد صلاح جاي عارف هو عايز ايه. وعارف هو هيقادة ازاي. وعارف ان فضل ربنا اي حاجة مكسب هينتسب برضو جزء اكبر لمحمد صلاح. لكن حتة العلاج ده طبيعي جدا. الراجل بلعب في اكبر اندية في اوروبا. الطبيعي جدا راجل الصابب. الطبيعي اللي احنا بيقول لعاقل البديهي. اصلا راجل مش هنا في الاهل والزبالك هيتعالق في مصر او احنا هنسافره. الراجل بلعب في اندية كبيرة. يعني بلعب في الفربولد. ندي كبير جدا. فالطبيعي ان الراجل مصاب احنا محتاجين. فلازم يعالجه عندنا. فدي مكنش فيها مشكلة. لكن الهجة اللي اتعامل دي ما اظنش انها يعني هتأثر عليه بالسلب العكس. أنا شايف أنه هادي جداً وعدم رده كمان بيدول أنه هو متزن يعني عايز عرف بصرف نظر بقى مدير فني مصري أو مدير فني أجنبي وإنت اشتغلت برضو في الحتة دي فأكيد رأيتك للقصة غير الجمهور شوية لأي مدى المسابقات عندنا بتبقى نكحة في أنها تفرز عناصر تضيف للأماشة بتاعت منتخب مصر يعني أنا بتهيالي أنه بنسبة 80% لـ 90% سكواد منتخب مصر من قام هكتور كوبر تقريباً تقريباً هو هو ممكن داخل عليه أربع خمس ستة أسماء جديدة لكن القماشة نفسها هي هيا وده خليني أسأل 18 نادي بإمكانيات وبجت أو ميزانيات يعني كبيرة جداً صفخات كل سيزن من بره ومن جوه ونفسه على مدارة 34 أسبوع أنا كاي بس على الدورة الممتازة ده غير اللي تحت أنا عارف أنه اللي تحت كمان فيه فيه عندي بتصرف وفيه مواهب ووي الأخ ما أفرزوصي منتخب مصر أربع خمس أسماء يعني مش علامة استفهام دي إيه ده أنت بتكلم على وقت طويل قبل كده مش كانت حسام بس لا لا أتكلم على من أيام يعني يمكن من مرحلة هكتور كوبر أو من مرحلة كابتن حسام البدري لو بسط لقوام المنتخب تقريباً تقريباً هو 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 أنا بيعجبني دماغك ومش هتتغير ومش هتتغير لأنه هو ده الأميز دلوقتي بلسه هي قبل كاس العالم أعتقد يعني لو تلعب كاس العالم في ستة عشرين لا أنت أنا رهاني طبعاً فيها على عيبة كويسة جداً أنا مش بقال المنتخب مصر وكلهم حتى العيبة الكبيرة والخبرات زي صلاح وزي حجازي طبعاً ديهم كرادت ورصيدة عظيم جداً بس أنا أقصد أقول أنه يعني منتخب الأوليمبيا مثلاً مع ميجالي فيه عناصر كتير جداً جداً ممكن تراهن عليها في تشكيلة منتخب مصر في تصفيات كاس العالم وفي المونديال اللي هو وصلنا إن شاء الله أراهن عليها لكن أي مدير فني هبقى يشتغل في المضمون أنا إيه لي نجحني لأنه هيتحسب بعد مطش أو تشي دكاتة حسام أنت بعد المطشين دول هيتحسب فأنا كمدير فني هاخد اللي يكسبني أو ينجحني يعني هيتحسب كابتن سعيد يعني يعني لو كسب مثلاً مطش وخسر مطش ممكن يبقى فيه قرار بتغيير جهاز فني والله إحنا في مصر ورد كل حاجة ورد كل حاجة عشان بس نبقى صرحة لكن أنا شايف إن مفيش مدير فني هيمسك وهيعمل مجازفة إلا إذا كان عندي وقت طويل وأجندة كبيرة قادر أشتغل من خلالها لكن الواضح حلما تحسبنا بالقطعة ده مش منتخب مصر ده الأندية حسب بالقطعة مشيت من قطشين كسبت مطش تعديلت مطش تجديد الثقة دي بقى أنت هتمش هتمشي ده ده عندنا في مصر ومصر تجديد الثقة تجديد الثقة تجديد الثقة في مدير فني بقى هيمشي فعلا فعلا ده أساسا يعني ده من زمان فأنا شايف إن أي مدير فني المنتخب مصر هيشتغل باللعيبة الأفضل اللي تنجحه مع وجود عناصر طلع على فكرة أنا مش مختلف معاك إن إحنا ندعم مش مختلف معاك إن إحنا نطلع اللعيبة يعني كابتن حسين في المطرين دول يعني خلاني نتكلم بقى يعني ده أنا كنت مش بكلم مع كابتن حسين كنت بكلم ده من على من أيام فيتوريا تمام إذا كنت في يوم الأيام فيه إمكانية مشاركة اللعيبة دي إنها تمثل مصر في كاس العالم لازم تلعب من مبارح منتخب أول صحيح يعني يعني فكرة الاحتكاك فكرة الشغل مع منتخب أول مع مدير فني حتى لو بتشارك مع معسكرات بتحضر محاضرات بتعرف الدماغ وراجل بيشتغل إزاي طالب منك إيه في المركز اللي انت بتلعب فيه وما بتلعبش عتى السنة ما بتلعبش أو ما بتشاركش ده يأثر عليك مشوار كبير جدا عشان لما حتاجك أو رهن عليك في كاس عالم ألاقيك هو على فكرة كان فيتوريا في مؤتمر صحيح في نسماته قال نفس الكلام اللي حضرت بتقوله إننا عندنا قوام للمنتخب الأول لما تحضر مطشاط وتحضر معسكرات تشوف فيها محمد صلاح وتشوف فيها تريزيجي وتشوف فيها حجازي وتشوف فيها مصطفى محمد تشوف العيبة الكبيرة دي وتاخد منهم وتفهم تعرف كانوا بيقولي يعني دايماً كنت لما بسأل الكبات الكبار لياه حصل دروف في الكرة في مصر بعد 2010 وبعدنا عن القوة والبطولات كي أقولك إنه حصل دروف في تواصل أجيال يعني ما فيش جيل جيل الكبير بتاع 2010 لما فانش كورة ما سلمش ما سلمش جيل بعد منه فالجاب دي هي اللي أصرت علينا بنتكلم نهاردة في 14 سنة ما فيش لقب للمنتخب وهيفضل أستاذ أحمد طالما أنت ما عندكش جيل تحت الجيل المنتخب الأول هتفضل نفس القصة هنفضل الأجيال هتسلم بعض بس على فترات طالما أنت بس أستاذ أحمد دايماً لما بروح أن دية تشتغل في أول السنة نقول احنا عايزين نعمل حاجة اسمها منتخب أمل ايه منتخب الأمل بيجيب أفضل ناس موجودة احنا بتكلم على فرقة يعني انت بتكلم على نطاق دايق شوية بيجيب أفضل ناس موجودة على 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 قطاع نشئين في أميز ناس موجودة ونعملهم حاجة اسمها منتخب أمل ده بيأخذ نفس الشغل اللي بيأخذوا الفريق الأول بيبقى تبع إشراف المدير الفني اللي مسك المتخب الأول الولاد صغارين بيتأسسوا حسب من أول آخر سن لحد أصغر سن بيأخذ الولاد المميزين ويأخذ نفس لبس الفرقة يأخذ نفس الوجبات بتاع الفرقة بتكلم على لعيبة لما يطلع الولاد الصغير ده شايف اللعيبة ويطلع يتمرن معهم وده بيحصل على كل مستوى كل قطاع النشئين لعن مش كل قطاع النشئين بيتغزوا وبيلبسوا وبيتمرنوا زي الفريق ستيم الأندية اللي عندها إمكانيات حضرك عارف اللي عندها إمكانيات اللي بتعمل الكلام ده لكن الأندية معظم الأندية ما بتعملش كده فبتبقى أنت لما بتطلع ناشئ يعني أنا كنت في آخر حاجة نجوم المستقبل شوية ولاد صغيرين عندهم يعني كرة عالية جدا لكن ينقصهم بعض الحاجات المعينة اللي ممكن نختلف مع رئيس النهد أو ما نختلفش اللي ممكن تخليهم يبقوا أفضل من كده مليون ألف مرة هي دي أن أنت تدي اللعيب ده الصلاحية تدي له الأكل الشرب بتحسس أنه هو أنا ما بيقولش لعيب كورا أنا بيقول عمله كباني قدم هتاخد منه اللي أنت عايزه فطالما أنت ما عندكش التواصل أو تحت المنتخب الأول المنتخب قلومبي اللي هو اللي حاجة بتقول بقى إيه إن إحنا نسلم الأجيال طالما دي مش موجودة هتفضل الفجوة دي موجودة لحد ما ربنا رزقنا بحد يعمل الكلام اللي بيقوله كابتن سعيد ده هو اللي عملته أكبر عن ديت أوروبا في دول أفريقي يعني يعني فكرة إن هم ييجوا هنا يجيبوا الخامة أو القماشة أو الكواليتي وهي في سن صغيرة جدا ويقدم لها بقى كل أنواع الرعاية المتكامة تعليم تغزية تدريب تأسيس شغل على تطوير الشخصية وياخدوا بكلام فاضي جدا يطلعوا أوروبا يتبعوا أرقام نحن مستنين حد أجنبي يعمل لنا ده غالب أكيد ولازم يكون أجنبي ولازم يكون أجنبي يعني 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 مش كنت أتمنى في توريا يكمل لكن هو من الأجندة بتاعته كانت موجودة الحاجات دي فتمنى كابتن حسين يعدل المطشين دوله على خير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بركينة كمنتخب يقلئك أنا ما قلقني أنا مطش في مصر وأنا منتخب مصر في جوة ملعبي يعني بيتي لكن أنا يقلئني حالة لعبتي وتوفيق ربنا بس بتهايلي أن حالة لعبتنا معنويا وبدنيا توب فورم يعني أنت تعتبر لسه في نص الموسم صحيح خارج من بطولتين أفريقيا بقالها كتير قوي مش فاكر آخر مرة حصلت يمكن إيه تسعينيات الأهلي والزمالك يعني بتكلم في أكتر من 30 سنة مثلا تقريبا يعني فالفرقتين بغدين بطولة أفريقيا لعيبة كتيرة جدا وصلت توب فورم بزيات اللعيبة اللي ممكن تكون مؤثرة كمان مع فرقها فبالتالي بتهايلي ده في مصلحة كابتن حسين أكيد أنا لسه كنت بأكلم مع حضركك في البداية يعني من عمس النهاردة ما شاء الله ناس كلها بتتكلم على أنه يعني من أفضل المدافعين ربيع الحقيقة سيزن ده شوبير مع الشناوي في حرس المرمى ده أو ده خطر براحتر يعني اللي اتنين تمام جدا صحيح صحيح إمام عشور مع عزيزو مصطفى محمد مع نونت حمدي حمدي فتحي مع مروان عطيه مع الاهلي فأنت بتكان في العيبة وقفة على رجليها يعني هو إحنا دايما نقول حاجتين حتى في المحاضرة بتاعت المرش نتمنى توفق ربنا سم حالة العيبة أنا بخافش من أي فرقة لو أنت كويس الفرقة دي هتبقى مش أنت بفضل ربنا راكب لكن لا قدر لحلتك مش كويسة هيبقى في هنقول بقى نستنى تغييرات نستنى بقى السيناريو الماتش انت بحضر لإيه لكن كل اللعيبة دلوقتي في توفورم بتاعهم ما شاء الله عالي جدا عندهم روح عالية جدا وأنا شايف إن شاء الله ربنا إن شاء الله هيكرمنا بإذن الله بإذن الله أنا أتمنى إن شاء الله اللعيبة يعني التقدر المسئولية لأننا نحن ماتشين كاس عالم دي حاجة مهمة جدا بوركينا بالنسبة لنا يعني غير كوناتي ما فيه لعيبة محترفة وفيه لعيبة كويسة وهي بوركينا من القوى يعني ظهرت أفريقيا في السنوات الأخيرة وقدمت الحقيقة أكتر من من كان أو بطولة أفريقيا يعني بشكل كويس جدا فهنتابع ونشوف اللعيبة دي بشكل كبير وتمنى الحقيقة إنه منتخب مصر يقدم لنا مباراة قوي جدا كل التوفيق لكابتن حسام ولكتيبة الفرعن إن شاء الله عايزة نروح معاك لملف الأهلي واحد طبعا الأهلي رجع للتدريبات مبارح كانت تمرينة مسائية بعد السادسة ما تبعنيهاش والنهارده كانت تمرينة بدري شوية ساعة أربعة ونص شايف الفترة دي إزاي رجعنا خلصنا أفريقيا طبعا مبروك لقب الاثناشر في دولة الأبطال شايف الفترة دي لقطات من تدريبة النهارده طبعا حراس المرمى مع وجود الشناوي وشوبير أعتقد ده مصطفى مخلوف وزنفالي ومش عارف الثالث حمزة علاء ولا حد من الشباب المتصعد هو كابتن مارسل كولر كوتش كابتن مارسل كولر طلع لعيبة شباب من الفرق عدد كبير شايف المرحلة دي إزاي راحة سلبية طاهرة هو في التمرين كابتن سامي أمصان شايف خصة أفشة إزاي الأول على دموامه مصريحاته وكلام اللي تعمل على السوشيال ميديا بداية يعني ده رأيي الشخص ووجهت نظري أفشن أعرفه أولا كل الناس بتشريد بأنه لعب محترم جدا خلوق جدا طيب جدا 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 وعلاقته بكل اللعيبة ممتازة هو بس يمكن على سجيته وانت عارف دايما لعيبة الأهلي وقودة لبس النادي الأهلي مستهدفة كابتن سعيد يعني بنشوف مهازل ومنشوف مش عايز أقول حتى خروج على النص كلمة بسيطة جدا على اللي بيحصل من لعيبة ومن أندية ومن مسؤولين ولا أحد يعني يتكلم ولا أحد يعلق ولا أحد يدي أي وزن لأي خروج على النص بأي شكل من أشكال لكن لما تبقى حاجة سؤالة جدا في الأهلي بتلاقي كل حاجة بلونة كبيرة جدا بتتنفخ تاني يوم عشان النادي الأهلي أفضل نادي موجود في أفريقيا يعني انت بتكلم على دايما دايما الناجح الناس بصله فأنا شايف النادي الأهلي محطة أنظار ناس كتير جدا فأقل حاجة لو طلعت من قط اللبس هتعمل مشكلة لكن أنا أفشا ما بحبش أتكلم يعني على مواقف حتى لعبة النادي الأهلي ما بحبش أتكلم على مواقف لكن انت بتكلم على واحد خلوق جدا مؤدب جدا يعني أنا بتهيالي أفشا بيلعب أو ملعبش عنده روح عالية جدا وهو أول واحد بيشجع اللعيبة وبتلاقيه وقف مع اللعيبة لكن أنا عايز بصراحة قسني على سامي قمصان يعني ما حدش يجيب سرته كتير لكن هو بيعمل دور كبير جدا دايما نقول حتى في اللعيبة المدير فني ناجح يبقى تحت وجهاز فني ناجح أنا شايف أن بصراحة سامي لازم ياخد حقه بشكل كبير جدا لأن بيعمل دور مع اللعيبة حتى بنشوف وقف مع اللعيبة في مواقف كتير جدا في المباراة وبعد المباراة هو بيسخن اللعيبة وبيدي تعليمات أنا شايف نسامي ليه دور كبير جدا مع كولر لعبة الناد الأهلي كلها بيتحمل المسئلية لعبة الناد الأهلي كلهم محترمين جدا ما ندرسش نقول حاجة لكن قلت اللبس في الناد الأهلي عارف السحمد احنا دايما كان نقول أخرنا مش مجلس إدارة احنا أخرنا مدير الكورة اللي هو دلوقتي خليه بيبه طبعا على أيام كان الكابتن سابت الله يرحمه كابتن سابت البطل كابتن علاء عبدالصادق كابتن طرق السليم الله يرحمه ناس ما ينفعش يتعدى تروح مجلس إدارة انت أخرج دول يعني أخرج دول بجد فأنا شايف الناد الأهلي حتى لو فيه مشاكل بسيطة جدا على فكرة يعني القصة يعني طبيعي جدا في كل أندية العالم مش بس في الناد الأهلي طبيعي جدا احنا نتكلم في كورة وفي أسماء كبيرة وفي رغبة كبيرة جدا كل واحد يروح الفنانيال الحامرة عايز يزبط نفسه وفي الأهلي تعودنا دايما ما فيش حد بيغلط ما بيتحسبش الأهلي صبق دايما في أنه القواعد أو المبادئ اللي هو حاطتها لكل الفرع الراضية يتم إلتزام بي وارد جدا اللعيب بيحصل كابتن كبار في النادي الأهلي بيتنرفز نرفزة ملعب عصابه بتتشد بيزعل وهو بيتغير بيزعل أنه مش بيلعب أساسي لكن في النهاية ما فيش خروج على النص والأهلي أول حد بيبادر بأعقاب أي حد من اللعبته قبل ما نستنى عقوبات من ربطة أو من لجنة المسابقات أو من اتحاد الكرة الأهلي دايما بيبادر مش رغبة منه فيه عقاب لعبيب بقدم هو كمان بيبعت رسالة في القوانين دايما فيه حاجة اسمها الرضع العام ورضع الخاص صحيح أنك بتبعت رسالة أنه الفعل دا مش مقبول مش بس المقصود منه والشخص اللي ارتكب الخطأ أو المخالفة لا كمان انت بتعلم اللي بعد منه واللي جاي إيه اللي تلتزم به وإيه اللي تبقى حريص عليه في قدرة لبس النديل دا الطبيعة بكل الأندية يعني لكن فكرة انك تتبح دي لا فكرة انك انت تشوه دي وخصوصا انت تعرف أفشا كمان يعني ليه مكانة خاصة في قلوب الأهلوية يعني اللعب بعرف انه بيغلط وعارف ان فيه ليحة مستنية وعارف انه في نادي مبادئ وزي ما حدربي تقول انه لازم يبقى قدوة للتحت يعني انا لو ما عمتش كده ما عقفش مش هتوصل اللعب لتحت فالمبادئ ماشية من أول الدرجة الأولى لحد الناشئين وخد بالك لعيبة نادي الأهلي من حق النزعل من حق انه ما بشاركش خاصة لما بكون أساسي وولية رصيد في منطقة مصر ونادي الأهلي طبيعي جدا ولو ما حصلش كده انا اقول لك لو ما حصلش كده يبقى في مشكلة في مشكلة في قطة لبس لكن ممكن حاجة زي كده تخرج سهل جدا تتلم لأن لعبة النادي الأهلي على فكرة يتنقوا بشكل محترم جدا يبقى عارفين أخلاقيات وقبل الكرة كمان فأنا شايف اللعبة ماتشة أصلا تقريبا من 34 في حين أنه الأندية المنافسة أقربهم بيراميدز هو اللي شارخ يعني في الدوري يعني شايف حاجات ماتشة يعني صراحة قمة الكوميديا بس يعني في النهاية ما علينا ما يخصناش اللي يخصنا فرقاتنا شايف فرص الأهلي في المنافسة ضمنت التأهل لدوري الأبطال بحكمة بطل النسخة اللي جاية زي الشغل بتاع الدوري فيما تبقى من الموسم أو الموسم كله أعتقد هو بفضل ربنا اللي امتمنك أن العيبة كلها على مستوى علي جدا فأنا مطمئن بفضل ربنا أن نرحق في الرجب تاني زي ما احنا موجودين احنا لعبنا 15 مباراة يعني لسه تبتكلم على لسه 19 مباراة الأهلي قادر بفضل ربنا أن ياخد الدوري وأنا يعني مطمئن وعند ويقين في الله أن احنا ناخد الدوري نادي الأهلي دلوقتي في أحسن حالاته اللعبة كلها في مستوى علي جدا كولر في أحسن حالاته لأننا برضو أنا فاكر حالة هنا انتقضنا بعض السلوب لعبه سواء كان نتاج سلبية السواء السندي عمل ريكورد بصراحة أرقام قياسية على كل المستوى ما تحققتش في أي بطولة أفريقيا لعبة الأهلي قبل طبعا تبتكلم على 22 مباراة 22 مباراة من غير خسارة السندي مفيش ولا مباراة سرها النادي الأهلي أقوى هجوم أقوى دفاع عشرة كلين شيت صحيح هدف واحد استقبالته شباكك رغم أنه المشوار السندي كان صعب جدا جدا وحتى إحنا بكنا بفاكرة إحنا كنا في حلقة قبل كده بنتكلم على مودست وبنتكلم أنه بدأ ياخد فرصيته وبدأ إيجابي كان شفنا في مبارات البلدية حاجة ولا أروع اللعبة كلها الواحد دلوقتي مؤين للعيبة في فورما عالية جدا النادي الأهلي سهل جدا أنه يلحق بالراجب تاني وإن شاء الله بإذن الله يتعليه ياخد بطولة الدورة بإذن الله إن شاء الله كنت نفسي يبقى معي وقت أتكلمك شوية عن مسبقة الدرجة التانية لأنه حسس أنها مصدومة إعلاميا شوية المنافسة فيها الكواليتي بتاعت اللعيبة شكل جديد للبطولة وجهة نظرك فيه هي البطولة جديدة سواء كالدور المحترفين أو الكسم الثاني بطولة على فكرة يمكنني مش أكلم على دور المحترفين أكلم على الكسم الثاني والتالي كمان فيه لعيبة مستوها عالي جدا الناشئين اللي بدأت تاخد فرصة سواء من الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيل في الأندية التانية بقى ليهم شكل كويس وده اللي حضراتي بتتكلم عليه إن إحنا بقى عندنا جيل تاني طب هي بقى عندنا جيل تاني إزاي لازم بقى نعد من دلوقتي بعد المطشين دولت البطولة شفنا بترجيت بطبعا بركلهم وغازل المحلة وإن شاء الله وفي دور الترقي دلوقتي ترسانة وسبورتنج وحرص حدود ومنتخب السويس والسويس إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفق الفرقة الثالثة لتسعد للدور إن شاء الله بإذن الله من الآقرب من وجهة نظرة حرص الحرص يعني كخبرات أنا الحقيقة الترسانة والسويس بما إن هم أنداجة مهرية سبورتنج عمري ما شفت دوري ممتاز أنا عشان لعبتهم أنا في الأولومبي وفي دي كارس فرقة كويسة جدا عندهم دري فني محترم جدا عندهم جماهير في اسكندرية لا لا ما عندهم شماهير مش هو حاجة اجتماعية كده لكن هم أناس يعني عارفين بيعملوا إيه العقود مش عالية جدا لكن عندهم نظام والتزام فدي مش كل حاجة الماديات على قد ما فيه التزام أنا بس أنا مش مع حد ضد حد أنا نفسي أندية اللي هي الشعبية ترجع تاني للدور ما هي دي روح الدوري تشتغلت أولمبي واشتغلت منصورة لا اشتغلت أولمبي واشتغلت دي كيرنس واشتغلت كيمة واشتغلت منتخب اسمها النجوم المستقبل اشتغلت كيمة أسوان أندية معظمة حتى وانا في كيمة أسوان كان جمهور أسوان بيجي شجعنا الفرقة الشعبية بتدي دونك طبعا طبعا المدرجات وهي مليانة بتأثر بشكل جد جدا على مستوى العيب أكيد بشكرك كابتن سعيد ومبروك مرة تانية للتناشر كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا مع كابتن حسام وبكرة نقرب شوية من التاكتك يعني نحاول نعرب لكو بركينا رغم أنه الحقيقة أنا شايف أنه يعني منتخبنا في كاتيجري مختلفة تماما يمكن كان عندنا سوق حظ سوق إدارة سوق توفيق في بطولة أمم أفريقيا لكن أنا كنت شايف الحقيقة أنه الجيل ده وصل يعني لشكل قريب كتير جدا عندنا في كل المراكز لعيبة على أعلى مستوى وعندنا لعيبة محترفة ما كانتش موجودة أبدا في فترة مفترات في الجيل في الكرة المصرية فهو السؤال ليه لا وعلى ما لعبنا وفص جمهورنا وكامل عدد فإن شاء الله يبقى يعني بداية قوية الكابتن حساب والمنتخب مصر إن شاء الله وخصوصا أنها تقربنا بشكل كبير وتبعد مش عايز أقولون منافس لكن هو أكتر فريق ممكن يكون بنافس منتخب مصر على بطاقة التأول فكل التوفيق لمنتخبنا وده يكون برضو معادنا أو موضوعنا في حلقة بكرة إن شاء الله معادنا دايما السادسة على شش الأهلي بشكر كابتن سعيد مرة ثانية وبشكركم على المتابعة كل التحية لكم